استياء وتذمر في محافظة الأنبار بعد قرار منع سير الدراجات النارية التي يستخدمها الكادحون للتنقل داخل مدن المحافظة مطالبين بتخفيض أجور التسجيل التي أثقلت كاهلهم بحسب أصحاب الدراجات المتضررين أصحاب الدراجات في مدينة الرماد متضررين كلش من هذا القرار الحضر من الستة للستة أكثريتنا أصحاب محلات وصحاب عمل أو يشتغل أكثريتهم يشتغلون عمال بمحلات ما يحل للتسعة وللعشرة بالليل ما عنده وسيلة نقل ثانية يروح بيها البيته يعني يومية عشرة آلاف يخلين تكسيات لو هو جاي التعبان دا يشتغل قوة الأهلة نحن كأصحاب مطارات دراجات نارية أو ستوتات المطار هو سعره بالسوق أو بالمحال أو بالمصدر مثل ما نقول تشتريه بمئتين مئتين وخمسين ثلاثمية شنو تروح تدفع للقمرق مالة ستمية وخمسمية والله منشأ ياباني منشأ تايوان منشأ يعني بالنسبة لهذا القرار ظلمنا وأذانا مدير مرور الأنبار أكد لقناة التغيير أن قرار منع زير الدراجات جاء من مديرية مرور العامة وأن المفارس تطبق التعليمات التي تنص على تقييد حركتهم ليلا وهم ماضون في إجراءات التسجيل التي انتهت مدتها الزمنية بعد أن حددتها هيئة القمارق العامة بموجب البيان رقم ماحد لسنة 2022 يمنى سير الدراجات النارية يمنى حركة وسير الدراجات النارية بأنواعها المسجلة وغير المسجلة في دواء المرور من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا تم تسجيل دراجات نارية في دواء المرور بعد أن يتم ترسيمها قمرقيا ونحن أيضا ننتظر ورود القرص من الهيئة العامة القمارق وسوف يتم تسجيل الدراجات ويمنح جاز التسجيل ويعتمد الكثير من الكادحين والكسب على الدراجات النارية أو كما تعرف شعبيا بستوتا كما اصدر رزق لهم في ظل الظروف المادية الصعبة من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر